الان قبل ما ببلش بالسؤال الرابع خلينا بس نرجع لفرعبها اه اذا تقدم عمر الامتحان خامس ما العلامة التي ان يجب ان يحصل عليها ليصبح معدل اتناش طبعا طلعناها احنا خمسطاعش بس اخطأنا احنا حكينا ان احداعز زائد اتناش زائد ثلاثتاش زائد تسعة زائد خمسطاعش علامة ان امتحان الخامس مش خمس وسبعين بطلع مجموحهم ستين ستين تقسيم خمسطاعش عدد تقسيم خمسة عدد الامتحانات ستين تقسيم خمسة بطلع اتناش اذا مش خمس وسبعين ستين تعديل مايش الحال الآن بننتقل الى السؤال الرابع يبين الجدول الاتي قيمة الصدقات المقدمة من طلبة الصف السابع لصالح صندوق الطالب الفقير الآن هذا على نمط انه في عندي عدد طلاب وكل واحد بتبرع بقيمة اذا في طالب بتبرع بخمس قرش في اربع طلاب بتبرعوا بعشر قرش في ثمن طلاب بتبرعوا بخمس عشر قرش في اربع طلاب بتبرعوا بعشرين قرش في ثلاث طلاب بتبرعوا بخمس عشرين قرش كيف نبدأ نقطع المتوسط الحسابي حكينا انه نضرب عدد طلاب كل طالب بقداش تبرع. اذا واحد ضرب خمسة. واحد ضرب خمسة زائد اربعة ضرب عشرة. اربعة ضرب عشرة. زائد ثمانية ضرب خمسطاش. ثمانية ضرب خمسطاش. زائد اربعة في عشرين. اربعة طلاب تبرع عشرين. زائد ثلاثة في خمسة وعشرين. في ثلاث طلاب تبرعوا خمسة وعشرين. على عدد الطلاب. بنجمع عدد الطلاب. عدد طلاب طالب زائد اربعة طلاب خمسة زائد ثمان طلاب ثلاثة عشر زائد اربع طلاب سبعتاش زائد ثلاث طلاب اذا مجموع طلاب عشرين طالب. منطلع للمجميع خمسة واحد في خمسة خمسة زائد اربعة في عشرة اربعين زائد ثمانية في خمسة عشر مية وعشرين زائد اربعة في عشرين ثمانين زائد ثلاثة في خمسة عشرين خمسة وسبعين. على عدد طلاب عشرين بطلع مجموحهم ثلاثمائة وعشرين على عشرين بنقتصر صفر مع صفر ثلاثمائة وثلاثين على اثنين ستة عشر إذن الوسط الحسابي لهذا الطلاب لما جموعة تبرع الطلاب في اليوم تقريبا ستة عشر قرش من بوسط الحسابي واضح؟ نيجي إلى السؤال الخامس إذا كان مجموعة المصروف الشهري لثلاث عائلات تسعمائة دينار ومجموعة المصروف الشهري لأربع عائلات مش كل عائلة ثلاث عائلات تسعمائة ومجموعة المصروف الشهري لأربع عائلات أربع عائلات مع بعض ألف أربعمائة دينار ومجموعة المصروف الشهري لعائلتين ستمائة وخمسين أحسب المتوسط الحسابي المصروف الشهري لجمع العائلات إذن هنا لثلاث عائلات مش كل عائلة ولهن أربع عائلات كل عائلة أربع مئة لا ثلاث عائلات تسعمائة وأربع عائلات أربع مئة وعائلتين 650 إذن بنجمعهم كلهم المتوسط الحسابي على عدد العائلات لدينا كم من عائلة 3 و 4 7 و عائلتين 9 إذن مجموع العائلات 9 كم مصروفهم 900 زاد 1400 900 زاد 1400 زاد 650 على عدد العائلات 9 بطلع المجموع 2950 دينار و عدد العائلات 9 تقريبا المصروف الشهري للعائلات هاي تقريبا 328 دينار واضح؟ نيجي إلى السؤال السادس والأخير حسب الدنيا المتوسط الحسابي لعلاماتها في خمسة امتحانات في مادة العلوم النهاء العظمى لكل امتحان من 20 يعني امتحان من 20 الموضح في الجدول الآتي في الامتحان الأول جابعت 12 من 20 الثاني 13 من 20 الثالث 16 من 20 والرابع 16 من 20 والخامس 18 من 20 يعني هي كل امتحان بتجتهد اكثر من امتحان القبلي فاذا كانت اجابتها يساوي 15 هل اجابتها صحيحة؟ اذا احنا بدنا نشوف الوسط الحسابي اذا طلعها 15 بيكون حلها صحيح بيكون حلها صحيح طلعت المتوسط الحسابي بيطلع معها 15 شو المتوسط الحسابي؟ مجموع العلامات على عدد الامتحانات عدد الامتحانات خمسة مجموعهم 12 عدد الامتحانات خمسة بيطلع 15 اذا حلها صحيح حل دنيا صحيح واضح؟ يلا يعطيكم العافية اشتركوا في القناة